فلننتظر الحقيقة قضيت حتى السطح الرياضي وكل ما فيه زي ما قلنا المرة اللي فاتت أثارت اهتمام كاتب كبير بحجم الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفين السابق لكما نمبارح في أهرام الأستاذ والشعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة أيضا هالهما وصلت إليه الأمور في الوسط الرياضي فكتب مقالة في عموده في الأهرام مقالة مهمة انفلات الرياضة المصرية قال الأستاذ فاروق جويدة يعاني الوسط الرياضي من حالة انفلات تحتاج إلى وقفة حتى لا تتحول إلى حالة انقسام في الشارع المصري لا أحد يعرف مداها هناك أطراف كثيرة تشع للفتنة في هذا الوسط الذي ينبغي أن يقوم على المنافسة الشريفة والروح الرياضية هناك الآن معارك كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعكس وجها غير حضاري هناك أيضا ما ينقله الإعلام الرياضي من شتائم وبزاءات وقبل هذا كله هناك حالة غياب للدولة في حسم الكثير من الأمور إن وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي يعتبر ما يحدث نوعا من المنافسة والذين عرفوا أن المنافسة المشروعة طريقها الرياضة والأداء والتميز ولكن معارك السوشيال ميديا وما يحدث على صفحات التواصل الاجتماعي ليس منافسة على الإطلاق إن حالة الانقسام التي تحدث الآن بين مشجع النوادي أخذت صورا كثيرة من التجاوز وحالة السلبية التي يواجه بها التي يواجه بها التحاد الكرة وتتجسد في مظاهر انفلات تؤكد أن الرياضة المصرية ليست في أحسن حالاتها لقد خرجت مصر من كأس العالم في روسيا دون أن تحقق إنجازا ولم يحاسب أحد وكانت هناك أخطاء كثيرة في السفر والإقامة والمشاركة ولم نصحح الأخطاء وبقي كل شيء على ما هو عليه ولم نسأل مسؤولا واحدا وفي الأيام الأخيرة شاهدت تصريحات وتلميحات وشتام ولم نسمع مسؤولا أو صاحب قرار إن أخطر ما يجري في الساحة الرياضية هذه الانقسامات التي يمكن أن تتحول إلى مواجهات بين مشجع الأندية وهم بالملايين وبيقول الأستاذ فاروق جودة خاصة إذا عادت الجماهير إلى المباريات مرة أخرى إن الأمر يتطلب من المسؤولين في الدولة على أعلى مستوى وقف هذا الانفلات حتى لا نجد أنفسنا أمام كارثة جماهيرية أخرى بين جماهير الكرة وهي بالملايين لقد عشنا زمنا في ظل منافسات تقوم على الوعي والحب والروح الرياضية ومن الخطر أن تترك الأشياء تفلت من أيدينا في اتهامات أو بزاءات أو شتائم إن الرياضة سلوك إنساني رفيع يشجع الشباب ويقدم لهم القدوة والنموذج ومن الظلم أن تتحول إلى الصراعات ومعارك ويختتم الأستاذ فاروق ويدا مقالته في الأهرام انقذوا الرياضة المصرية قبل أن تتحول إلى انقسامات بين أبناء الشعب الواحد شوف كون الوضع يلفت نظر كتاب كبار خارج نطاق الرياضة دليل على أهميته ودليل على إدراكهم بأن الموقف مش طبيعي هو لمس على أكتر من كلام لما ابتدى يقول ويشير إلى ما حدثه قبل وأثناء كأس العالم وبعدها أنا اللي هيعنيني قبل وأثناء لأن المكون اللي كان قبل وأثناء كأس العالم كان بيقول إن النتاج لازم توصل لكده ما كانش بيعش بأفضل من هذا يعني أنا النهار ده بقول نفس الكلام علينا أن نتنبه إن إحنا عندنا كأس الأمة الأفريقية عايزين نكسبها تنظيميا سلوكيا في النتائج ماينفعش مصر تنظم هذا ومتخرش كسبانا في الثلاث أصعيدة علينا أن ندرس تماما ما يحدث الآن علشان نتنبه إنه ما يكونش بيأثر على مهوات أيها ما هنقولي أكتر من كده ما إحناش عارفين نقول رجع لمس كمان في النقطة الثانية التجاوزات التي تحدث وهي لازلها نظير في العالم مفيش مفيش في العالم أن دي بتتحالف مفيش في العالم يحصل تجاوزات مفيش في العالم قرارات بتتغير كل يوم الثاني مفيش كل هذه مسائل يجب أن يعني نرعيها لصالح عدم انقصام أبناء احنا في البيت الواحد فيه أهلا وفيه زمال كاوي في البيت الواحد في البيت الواحد وده جديد الأب يبقى له انتماء والابن له انتماء آخر وهكذا يعني الأبناء انتماءاتهم مختلفة مش عادينا حاول الأمر إلى نوع من التشاحن وعدم السعادة يعني الكورة سلوك إنساني كم زي ما هو بيقول يؤدي إلى الشعور بالتنافس الشريف والسعادة والرقي لو أصبح كل الناس شايلة هم هم بعضها وشايلة هم الكلام وأصبح الانتصارات اللي خارج الملعب لا تقل أهمية عن اللي داخل الملعب مين اللي هيكسب في الموقف ده مين اللي قال كذا مين اللي علم عالتاني كل ده مليش دعا بالرياضة كل ده مليش دعا بالرياضة نرجو إن إحنا وكويس إن هو أنبه على دور الدولة الممثلة في الوزارة جزء من الدولة إنها وزارة شباب شوفوا المواضيع دي إزا تتحل إزا الناس تقعد تتطفق مش تختلف إزا الناس تقعد مش دخلة إنها تغيز بعض بقدر ما دخلها تصل إلى نظام يحقق مصالح الجميع وبأكبر قدر من العدالة إن أمكان يعني وده دور اتحاد الكرة أرجو إنه يمرسوا بنجاح الفترة الجاي نتمنى ولننتظر